بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه الآية المباركة أيضا من الأمور التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حول إعطاء البشارة والطمأنينة للإنسان المؤمن وهو أمر التقوى الإنسان المتقي الله سبحانه وتعالى تكفل له بأمرين الأمر الأول بيّن بأنه يجعل له مخرجا يعني أي صعوبة أي أمر أي باب منسد أمامه أي حاجة مستعصية عنده الله سبحانه وتعالى تكفل للإنسان المتقي بأن يجعل له من هذا الباب ومن هذا الضيق ومن هذا الأمر الصعوب يجعل له مخرجا هذا واحد والأمر الثاني قال ويرزقه من حيث لا يحتسب أيضا يتكفل الله سبحانه وتعالى له بالرزق من موارد ومن أماكن لا يتوقع بأنه يتحصل عليها يتحصل عليها فيها من أموال أو يتحصل عليها أموالا أو رزقا أو أمرا إيجابيا له هذا إن الأمرين هما من الضمانات الإلهية ولكن لمن؟ للإنسان المتقي لاحظوا أولا أأتي وأبين الآثار التي وردت في الروايات المباركة وبعد ذلك أبين كيف يمكن للإنسان أن يكون متقيا لاحظوا الرواية الأولى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة وربح الفوز بالجنة هل يوجد شخص يريد أكثر من هذا؟ أولا الدنيا تكون طائعة له يعني تقبل عليه الدنيا بخيرها برزقها والأمر الآخر الآخرة أيضا تكون مضمونة له والأمر الثالث يربح الفوز بالجنة يعني الدنيا زائد آخرة قيل وما هي يا رسول الله؟ قال التقوى من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل ثم تلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال كتب في إحدى كتبه رسائله فيها جواب لأحد أصحابه كان قد سأله عن بعض الأمور والإمام عليه السلام أجابه بهذه الرسالة قال له أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله أو أن يحوله عما يكره إلى ما يحب هذه ضمانة من الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله عز وجل لا يخدع عن جنته يعني لا تتوقع أن تريد أن تخادع الله سبحانه وتعالى وتريد أن تتحصل على الجنة دون تعب دون تقوى دون إتعاب هذه النفس دون ترويض هذه النفس دون القيام بالواجبات واجتناب المعاصي لا الله سبحانه وتعالى لا يخدع عن جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله تعالى فإذا هذه من الأمور الثابتة من القوانين والسنن الإلهية التي لا تتغير إذا أردت الجنة والفوز عليك بالتقوى هذه التقوى ليست فقط تنفعك في الآخرة لا في الدنيا أيضا رب العالمين ضمن للمتقي بأن يحوله من الأمور التي يكرهها إلى الأمور التي يحبها كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على عبد يعني كانت مقفلة جميع المخارج مقفلة أمام هذا الإنسان تجدون بعض الأحيان الإنسان قد يصاب ببعض الحوائج المستعصية ولا يجد هناك ملجأ لا يجد هناك منفذ طريقة لحل هذه المشكلة جميع الأبواب تنسد أمامه بعض الأحيان يمر الإنسان بهكذا ظروف كل الطرق التي تخطر بباله طرقها مشى فيها ولكن لم ينال نتيجة ولكن مع ذلك لم يلجأ إلى الطرق المخالفة لله سبحانه وتعالى لم يسلك الطرق التي فيها معصية لله سبحانه وتعالى لا بقي إنسانا متقيا خائفا من الله تعالى ملتزما بأوامره رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على عبد مغفلا ثم اتقى الله ثم اتقى الله يعني كان متقيا لجعل الله له منهما فرجا ومخرجا ضمان هذه من الله سبحانه وتعالى عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله الآن قد يأتي شخص ويسأل بأنه كيف يمكن أن يكون متقيا طبعا التقوى برواية واحدة لخصت لنا جميع هذا الموضوع وبينت لنا جميع ما يريده الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن تكون متقيا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك هذين العبارتين أولا الأماكن التي يريدها الله سبحانه وتعالى من عباده يجب عليك أن لا تفقد من هذه الأماكن والأماكن التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن لا تكون متواجد فيها وهذه المصادق أنت أمامك أنت تفكر في عقلك وأعرض هذه الأماكن التي أنت تتواجد فيها تكون موجود حاضر فيها والأماكن التي لا تكون متواجد فيها وأعرض هذه الرواية على هذه الأماكن سوف تجد بأنه هل هذه الأماكن هي من الأماكن التي يجب أن تكون متواجد فيها أو لا هذه الأعمال التي أنت تقوم بها هذه من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى أو لا هذه باختصار أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك الله سبحانه وتعالى يحب أن يراك في المساجد يراك في الحسينيات يراك في زيارة أهل البيت عليهم السلام يراك في صلة الرحم يراك في عمل الخير يراك في بر الوالدين احرص على أن لا يفقدك الله في هذه الأماكن في هذه الأزمنة في هذه المواطن والله سبحانه وتعالى لا يحب مجالس البطالين ولا يحب مجالس العاصين ولا يحب مجالس الذين يأخذون غيبة الناس الذين يكذبون الذين يستهزئون الذين يطعنون بأعراض المؤمنين أيضا اعلم بأنه هل أنت متواجد في هذه الأماكن أو لا هذه باختصار لخصها الإمام الصادق سلام الله عليه طبعا التقوى هو ليس أمرا عاديا وبسيطا بالإضافة على هذه الآثار التي ذكرناها وبالإضافة إلى هذه الأمور بأنه يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلا أن التقوى في الآيات المباركة في القرآن الكريم في الروايات الشريفة هو شرط قبول الأعمال الله سبحانه وتعالى لا يتقبل الأعمال من عباده إلا المتقين سأذكر لكم هذه القضية اللطيفة التي حدثت في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه والتي تشير إلى هذا المعنى لاحظوا هذه الرواية وردت عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أنه قال عن آبائه وينقل هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه ويبين بأن هذه الرواية حدثت في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الإمام قال الإمام الصادق قال إن من تبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة تعظمه وتصفه يعني غالبية الناس يقولون بأنه فلان عالم فلان فقيه يفهم في الأحاديث يعطي الأحكام الشرعية الإمام الصادق عليه السلام يعطي مثلا يقول أنا سمعت عامة الناس يقولون بأنه فلان فقيه فأردت أن أسمع ما هو رأي هذا الفقيه ما هي أقواله كيف يتحدث كيف يتكلم فيعطي ويأتي ويبين القضية التي حدثت بينه وبين هذا الشخص قصة جميلة جدا وفيها عبرة على أن كيف أن التقوى هو شرط قبول الأعمال فأحببت لقاءه من حيث لا تعرفني لا تعرفني لأنظر مقداره ومحله يعني اخترت طريقة أجلس وأستمع إلى كلام هذا الشخص وأرى تصرفاتي دون أن يعرفني فرأيته قد أحدق به كثير من غثاء العامة يعني من أشخاص عامة الناس يأتون وأعجبوا بهذا الشخص ويجلسون تحت مجلسه ويستمعون إلى كلامه فرأيتم أن عامة الناس يستمعون حديث هذا الشخص فوقفت منتبذا عنهم متغشيا بلثام أنظروا إليه وإليهم فما زال يراوغهم حتى خالف طريقهم وفارقهم ولم يقر فتفرقت القوم لحوائجهم وتبعته أقتفي أثره فلم يلبث لاحظوا هنا الإمام يأتي ويبين تصرفات هذا الشخص فلم يلبث أن مر بخباز فتغفله يعني أخذه بغفلة وجده بأنه غير منتبه فتغفله فأخذ من دكانه رغيفين مسارقة وجده بأنه غير منتبه فأخذ رغيفين دون أن يعلم الخباز فتعجبت منه ثم قلت في نفسي لعله معاملة قد يكون هذا الشخص مثلا يطلبه هذين الرغيفين أو قد أعطى له ثمن هذين الرغيفين قبلا ويأتي الآن ويأخذ هذين الرغيفين ثم مر بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفله أيضا فأخذ من عنده رمانتين مسارقة نفس الفعل فتعجبت منه ثم قلت في نفسي لعله معاملة هذه أيضا إشارة وتعليم من الإمام الصالح عليه السلام أنه لا تحكم على الناس بمجرد الرؤية بالوهلة الأولى عندما ترى تصرف أمامك لا تحكم مباشرة على الناس انتظر لتعرف حقيقة الأمر بعد ذلك تحكم فالإمام وجده بأنه يسرق رغيفين يسرق رمانتين ولكن لم يقل بأنه سرق قال لا لعله معاملة بينهم لعله هو كان دفع الثمن قبل ذلك وأنا لم أشاهده وأنا لم أعرف بأن هذا الشخص مثلا قد يكون دفع الثمن في اليوم الماضي مثلا ثم أقول وما حاجته إذن إلى المسارقة ثم قلت إذا كان قد كانت هناك معاملة بينهم بيع وشراء مثلا أو دين لماذا يسرق هذين الشيئين لماذا لا يأتي إلى الخباز أو إلى صاحب الرمان ويقول له أعطني هذين الرغيفين أعطني هذين الرمانتين لماذا يأخذها مسارقة غفلة ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه ومضى وتبعته حتى استقر في بقعة من الصهراء يعني هذين الرغيفين والرمانتين لم يستفد منهما جاء بهما وأعطاها لهذا المريض فقلت له يا عبد الله لقد سمعت بك خيرا الناس كلهم يعظمونك وأحببت لقاءك فلقيتك ولكني رأيت منك ما شغل قلبي وإني سائلك عنه ليزول به شغل قلبي طبعا الإمام يعرف ولكن فعل هذا الأمر حتى تصل الرسالة لي ولأمثالي أراد أن يعلم المؤمنين يعلم الناس بأنه كيف يجب أن تكون التقوى كيف يجب على الإنسان أن يكون متقيا ليس فقط القيام بالأعمال الصالحة وهذا كافي عند الله سبحانه وتعالى لا العمل الصالح يجب أن يكون مقترنا بالتقوى حتى يكون مقبولا قال ما هو قلت رأيتك مررت بخباز وسرقت منه رغيفين ثم بصاحب الرمان وسرقت منه الرمانتين قال فقال لي قبل كل شيء حدثني من أنت قلت رجل من ولد آدم من أمة محمد صلى الله عليه وآله قال حدثني من أنت قلت رجل من أهل بيتي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أين بلدك قلت المدينة قلت لعلك جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلى الله عليه عرفه مباشرة قلت بلى فقال لي فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بما شرفت به وتركت علم جدك وأبيك لألا تنكر ما يجب أن يحمد ويمدح فاعله قلت وما هو يعني بدأ ويستنكر على الإمام بأنك لم تتعلم علوم آبائك والعياذ بالله لذلك أنت جئت وتسألني عن هذه المسألة قال القرآن كتاب الله يعني أنت لم تعرف القرآن لذلك سألتني إذا كنت تعرف القرآن لم تسألني والعياذ بالله يعلم الإمام الصادق الذي نزل القرآن في بيته يعلمه بكتاب الله هذه حقيقة من الأمور المضحكة قلت وما الذي جهلت منه قال قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وإني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين الله يقول السيئة تجازى بمثلها يعني تكتب واحدة والحسنة الواحدة تكتب بعشرة أمثالها بعشر حسنات فأنا عندما سرقت الرغيفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين فهذه أربع سيئات فلما تصدقت بكل واحد منهما كان لي بهما أربعين حسنة هذا اعتبار أن الحسنة بعشرة أمثالها فانتقص من أربعين حسنة أربعا بأربع بقي لي ست وثلاثون حسنة لاحظوا هذا التزييف الشيطاني هذه المعادلة الشيطانية قلت ثكلتك أمك أنت الجاهل بكتاب الله أما سمعت الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين أنت سمعت هذه الآية ولم تسمح هذه الآية الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين إنك لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين كانت أيضا سيئتين فلما دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما يعني بغير أمر الخباز وصاحب الرمان كنت إنما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات هذه هي المعادلة الحقيقية فجعل يلاحظني فانصرف وتركته هكذا يبين الإمام الصادق سلام الله عليه بأن الشرط في قبول الأعمال الصالحة هو أن يكون الإنسان قد جاء بها عن تقوى إنما يتقبل الله من المتقين نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتقين في هذه الحياة ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة